بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نتكلم عن قيم غير معينة جديدة النوع الأول حنتكلم عنه ما لا نهاية على ما لا نهاية الدرس السابق تكلمنا عن صفر على صفر وإنما النهاية تكون صفر على صفر نستخدم معها نظرية اللعبة النفس الشيء ما لا نهاية على ما لا نهاية إذا كانت عندي دلتين F of X و G of X ونهايتها عندما X تقول إلى U الغيمة المطلقة نهايتها في موجب ما لا نهاية بالتالي إذا كانت limit F of X على G of X exist يعني موجودة سواء كانت finite تقولنا منتهية وغير منتهية and finite يعني موجب عسالة ما لا نهاية بالتالي المت لF of X على G of X سيساوي المت لF of X على G of X اليوم سجل ما شفنا في الدرس الماضي كانت ممكن تكون عدد ممكن على مجهة يمين أو على جهة اليسار أو موجب أو سالب ما لا نهاية ناخد مثال المثال الماضي كان limit لل E والسالب X على X والسالب 1 وشفنا أنها طلعت صفر على صفر وكلما استخدمنا لوبيتل كانت بتتعقد طب إش حسوي كيف حتصرف معها حبر عنها بطريقة مختلفة أقول هي limit X تقول إلى ما لا نهاية ل E والسالب X تنزل المقام ب E والس X و X والسالب 1 تطلع البسط بأس موجب حتصير X أس 1 طب نجي نعوض على المال نهاية حتصير X أس ما لا نهاية limit X لما X تقول إلى ما لا نهاية حياتيني ما لا نهاية نفس الشيء limit ل EOS X لما X تقول إلى ما لا نهاية حياتيني EOS ما لا نهاية حتصير ما لا نهاية أعطاني ما لا نهاية على ما لا نهاية في ذي الحالة حنستخدم لوبيتل حسب ما درسنا حياتيني مشتقة البسط 1 أنا مشتقة المقام EOS X مشتقة EOS X أجي عوض حياتيني واحد على EOS ما لا نهاية في ما لا نهاية إذا واحد على ما لا نهاية رح يساوي الصفر إذا ناتجه صفر مثال الثاني show that يعني أثبتي if A is any positive real number A عدد موجب حقيقي أكبر من الصفر المطلوب إثبات إنه النهاية لXA على EOS X لما X أقول إلى ما لا نهاية بصفر طيب إذا كانت حفرض مثلا X أو A تساوي مثلا 2.5 عدد حقيقي وأكبر من الصفر موجب إيش حياتين limit X تقول إلى ما لا نهاية لXA اللي هي حسب اختياري 2.5 على EOS 2 X يساوي لو جيت عوض 2.5 مالا نهاية 2.5 بمالا نهاية و EOS مالا نهاية بمالا نهاية بالتالي رح أستخدم له بالتالي حقول limit X تقول إلى ما لا نهاية X مالا نهاية بمالا نهاية بمالا نهاية هستخدم لوبيتل للمرة الثانية حقول limit X تقول إلى ما لا نهاية ل 1.5 في 2.5 أه خذي نكتبها كده في X 1.5 ناقص 1 حاطيني أس نص على E أس مالا نهاية أس أس X أجع مالا نهاية أس يعني جذر مالا نهاية بيعطيني مالا نهاية برضو EOS مالا نهاية بمالا نهاية صار مالا نهاية لمالا نهاية هستخدم لوبيتل للمرة الثالثة حقول limit X تقول إلى مالا نهاية البسط هيكون 2.5 في 1.5 في 1.5 نص X 1 ناقص نص أو نص ناقص 1 سالب نص سنزيل المقام بموجب نص بمالا نهاية في مالا نهاية بمالا نهاية إذا نعدد على مالا نهاية حيساوي الصفر هذا لو كانت أي عدد لكن كفت بيتها بصفة عامة هنستخدم نفس الموضوع هقول limit X تقول إلى مالا نهاية X A على U6 هستخدم للمرة الأولى هتصير limit A X A 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 1 ناقص A زايد M في E و 6 الام هادي A الام لازم A ناقص الام هادي هتكون اكبر من الصفر واقل من او يساوي واحد ممكن تكون واحد ويصير هنا واحد ناقص واحد صفر ما هتكون موجودة هذي اذا كان الاعداد طبيعي لكن اذا كانت فيها نصف او تاتر باع ورقم عشر يعني هتكون عدد اقل من واحد وهنا هتكون واحد ناقص العدد العشر هذا طيب لما نجعوض بما لا نهاية حيثين هنا عدد اللي هو A في A ناقص 1 الان A ناقص M المقام حيكون مالا نهاية على مالا نهاية مالا نهاية في مالا نهاية بمالا نهاية اذا هتكون سيساوي A A ناقص 1 الان A ناقص M على ما لا نهاية حياتي الصفر وهو مطلوب إثباته المثال الثالث show that if a is any positive real number يعني أي عدد موجب وحقيقي أكون الصفر بالتالي المت لين إكس على إكسوس إي لما إكس أقولي لما لا نهاية ساوي الصفر لين إكسوس إيكسوس 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 إي حتساوي 1 الى اكس الى اكس هذا اقدر انزلها المقام حيصير 1 على حيكون المت اكس تقول الى ما لا نهاية واحد على اي انا عندي اكس اس ناقص واحد اضيف عليها واحد حتسير اكس اس اي اج عوض بما لا نهاية حتسير واحد على اي اكس اي اعوض عنها بما لا نهاية اس اي حطتيني ما لا نهاية اي في ما لا نهاية بما لا نهاية حتساوي الصفر وهو مطلوب اثباته المثال الرابع فايد لمت لين اكس على كوتان اكس الى اكس تقول الى الصفر لو عوض لين الصفر او خلينا ناخد لين اوف اكس حتساوي لين الصفر حيطيني سالب ما لا نهاية ومقياس السالب ما لا نهاية بمجمال المت اكس تقول الى الصفر لي مقياس الكوتان في اكس ساوي مقياس كوتان الصفر كوتان الصفر يعني بحيطنا مقياس الكوتان هو عبارة عن كوزين الصفر على ساين الصفر كوزين الصفر بواحد ساين الصفر ساين الصفر بصفر واحد على الصفر حيطيني ما لا نهاية بالموجب طيب حيصير ما لا نهاية على ما لا نهاية بالتالي اش رح اعمل رح نستخدم لوبتل اذا حيطيني المت اكس تقول الى الصفر لي واحد كوتان الصفر يساوي المت اكس تقول الى الصفر لي لو عبوك مباشرة سيصير الواحد على الصفر بما لا نهاية وكوسك الصفر اللي هو واحد على كوسان بس اش اقدر اسوي اقدر ارتبها شوية حتكون الكوسك يعني ساين تربيع اف اكس في البسط طلعت الكوسك البسط لانه هو مبارع مقلوب الساين واحد على اكس تنزل مقام باكس ساين تربيع اف اكس على اكس لو جت عبطت بصفر حت اعطيني صفر على صفر لكن اقدر اتبها بصورة تانية كيف حقول تساوي المت اكس تقول الى صفر هاخده احنا من الساين برا حقول ساين اف اكس ميش هيبقى؟ هيبقى ساين اكس على اكس هذه اللمت حقها سبق قدرسنا بحيطينا واحد ميش هيبقى ساين اف اكس ام اكس اقول الى صفر حتيني صفر هيبقى ساوي صفر في واحد هيبقى ساوي الصفر بالتالي النهاية اللين اكس على كوتان اف اكس ساوي الصفر القيم الغير معينة الجديدة اللي هي الصفر في ما لا نهاية و ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هذه الصيغة الغير معينة ستحولها الواحدة من الاثنين ستحولها الى صفر على صفر او ما لا نهاية على ما لا نهاية كيف نشوف الأمثلة عند أوجه ده المت however تقوم بتاثمى الت ratK في�لين ساين اف اكس تقول البيع على الاثنين ال TLP2 اللي هو اللي يكتبها هنا المت لكن وفيكس تقول البيع على الاتنين الALLY هيبقى عن ساين على كوزين بحاوي ساين اف با organs سعبا الان سعبا الان سعبا الان و إذا شاء هذا الصور سأضع المقام uz 배 عدد 2 الثاني هي عبارة عن البصحة بالفعل sin فستستطيع نزيلها المقام فستطيع نزيلها المقام بمقلوبة مقلوبة الثاني هو cotan وفكس لو جت عوضة حين سيعطيني لأن السين باي على 2 سيعطيني لأن الواحد بالصفر المقام كوتان كوتان باي على 2 هي عبارة عن كوزين باي على 2 على سين كوتان كوتان باي على 0 وصين بواحدة واحدة صفر إذا هذه صفر وهذا الصفر سستخدم معها لوبيتر للمرة الأولى سيصير عندي المت مشتقة اللين واحدة على السين مضروبة في مشتقة السين اللي هي كوزين المقام كوتان مشتقة ايه قوسك تربية نرتبها للمت x وصفع قوسك يعني سين تركي السين تربية واحد على لدي سين تربية على سين سلواجه إيمان سين سين ثاني البيع على 2 بوحد كوزين البيع على 2 بوحد واحد في الصفر حياتين الصفر وهذه الليميت المطلوب المثال ال6 أوجد الليميت x على x ناقص واحد ناقص واحد على لين ال-x ال-x تأولي للواحد من جهة الموجبة عند الرئيسية أكبر من 1 بشوية إذا أعطينا 1 على 1 ناقص 1 اللي هو 0 ناقص 1 على لأن الواحد بصفر والواحد على صفر ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هذه قيمة غير معينة بالتالي أحولها قلنا يعني 0 على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية كيف نحولها؟ أعمل عمليات جبرية حاوحد دل مرة هنا عشان حاصل فرق بين كسرين حاوحد مقامات هيصير اكس في لين اوف اكس ناقص واحد في المقامة الثانية اللي هو اكس ناقص واحد ناقص واحد كده تمام على حاصل ضرب المقامين اكس ناقص واحد مضروبة في لين اوف اكس يساوي لو نجين عوضنا اكس في لين اكس عوض طويل عن اكس بواحد انه حاصل ما لنا نهاية هؤلاء القائمة حاصل لين اوف اكس 1 مقام مقام التعليم المقام ضرب المقام ايضا حاصل فال ه Welay 0 على 0 قيمة غير معينة يستخدم لوبيتر حول التعمل ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية إلى 0 على 0 لاني واحد فقط المقامات هستخدم لوبيتر دحين يعني اشتاق البوست و هشتاق المقام مشتاقة البوست X في لين الـ X ستصير أثبت الأولى ومشتاقة ثاني و بعدنا العكس لين الـ X مشتاقتها واحد على X بعدنا زايد مشتاقة X واحد سيبقي لين وفكس ناقص X مشتاقتها واحد ومسالب واحد ثابت مشتاقته الصفر المقام نفس الشيحة ثبت X ناقص واحد واشتاق لين الـ 1 على X زايد X ناقص واحد مشتاقتها واحد فلين وفكس سيساوي أبسط المقتار هذا X على X بواحد هنا سيصير المت X تاول إلى الواحد ناقص واحد صفر إذا حق في البسط بس لين أوف اكس المقام X على X في ناقص واحد حيصير واحد ناقص واحد في واحد على X سيكون هنا واحد على X زايد لين أوف اكس طيب هذه واحد على X في المقام حتى ابني سوف أتخلص منها حضرب البسط والمقام في X سوف أقول لمن X تاول إلى الواحد من جهة الموجة بعنا لو ضربت البسط في X سيصير X لين أوف اكس المقام أضربه في X سيكون هنا X ناقص X في واحد على X ناقص واحد حيصير زايد X لين أوف اكس سوف أعبط بواحد حتين واحد في لين الواحد هنا سيصير صفر المقام واحد ناقص واحد صفر و واحد في لين الواحد صفر صفر زايد صفر برضو أعطاني صفر على صفر سوف أستخدم هنا لوبيتل للمرة الثانية سوف أصبح المقام X تاول إلى الواحد الموجة وبسط X في لين الـ X اجتفاض لها سوف أصبح مقام بح differenti لذ Coron Japan سوف أعطان زايد أجب الوضع ثانيا تقوم بعمل المقام ً 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 زائد صفر على 2 زائد صفر بسر 1 على 2 إذن هالي هي النهاية المطلوبة